الخبر اولي عادنا عن اميرة الحسين والكلام اللي وجهته عن مشكلتها ويا محمد كريم فوح من الكومنتات اللي جهة انو شنو مشكلتها شوية محمد كريم فيطرعت وردت على هذا الموضوع يا حبابي انو ماكو اي مشكلة وانو ما حتى هما قالوا هذا الشي بالمقطع اللي ينزلوه لمدة الساعة كاملة وانو كل واحد راح يروح بحياته بجهة ولكن شي الغريب لي صالي محن نزلت هذا الستوري كانت يسئلوها كم مرة حبيتي وقالت ولا مرة يعني ما معترفها بحبها لمحمد كريم والستوري الثاني كانت تتحشى الخيانة انو هي تنسي مع الشخص اللي يروح ويطلع من حياتها اللي هو الأغلى متوقع انو هل يا ترى محمد كريم خناب السابق مادري عاكم اكتبوا لبلكومنتات توقعاتكم باسم المحمد كريم فنزل هذا المقطع يا حبايب على حسبه بالانستجرام كان بيه اغنية حزينة انو هي لخسرتها راح طوكم يشوفو هو الخسارني حبيت حب ما حب اين انسان اما بالاسم الامير اي يا حبايب فاليوم نزلت هذا اللي سوري الساعة بالاربع الفجر شاتوا مكان مثل الملهم مادر الصراحة شون رأيكم ننتقل حاليا القمر طاية يا حبايب ومرضها فنزلت هذا اللي سوري كانت تكتب بيه انو القمر حاليا مريضة تمسي عليكم فالله اش فيها يا رابود اولي يا حبايب بالكومنتات ننتقل حاليا البرهوم المعراوي هو المشاكل اللي قاعد يسويها فبرهوم المعراوي يا حبايب كان فاتح بث مباشر وبهذا بث مباشر صار يفضح انس الشايب ان هو وحاط باغنية خف علينا اسمه بالتاقات باسم اشخاص ما يعرفو شي عني تاقات هي ميزة باليوتيوب لما ننزل المقطع يا حبايب احنا كيوتيوبر اكو شي اسمه وصف الوصف نكتب بيه اشياء على مود لما شخص يبحث سيرش يوتيوب نباحث باليوتيوب يلقى مقطعي وبنفس الوقت اكو شي اسمه تاقات هاي ما تطلع ولكن هذه يا حبايب ان تقدر تحط بها اسامي يوتيوبر اخر شي الى علاقة بالفيديو عمو شخص من يبحث باليوتيوب هذه الكلمات رح يطلع المقطع مالتك فبرهوم معراوي طلع في فضاح انا شايب ان هو وحاط اسمه من ضمن هذه التاقات هذا اللي خلق انا نسي حباب ان هو ويتضوج ويكتب له بالكومنتات ما البث انه اخوي برهوم انت زودتها شوي مملاحظ بعده طبعا برهوم طلع ورد علي عليك وراحطكم الرد مالتك شوفوه اقرب الكنزو برهوم عراوي يعني بس برهوم اوكي وشان ماك في ظلم انا محاطط يعني هو محاطط كنيتي بس اسمي بس انه كفو كفو بتزيد الفيوز برهوم اخوي ملاحظ كتير زودتها باشا شو فيك والله شو فيك يعني شو صاير شو زودت انا شو عم بسمع غنيتك ممنوع اسمع غنيتك يا اخي ممنوع اسمعها طيب والله حلوة كتير كتير حلوات نرجع نشغلها بالله بسم المشكلة الثانية سوها برهوم عراوي ويه واحدة اسمها لي حمزة اتوقع ان هي مغنية هم من برهوم يا حبايب طلعب مقاطع سابقة وانتقدها وتهجم عليها هذي اللي خلت ان هي الضوج وتنطيب لوك فهو شن راح سوها ما شاء الله يا حبايب راح نشر محادثتها بالخاص عندها باللستوري استطلاح حركة برهوم ذكرتني بكلمة هو قالها سابقا ممكن احطوكم اياها تسمعوها اعتزارك بالخاص ما بيكفي لا تعمل حالك بسكين اوسخ شي ممكن تشوفه بحياتك انك تروح تحكي مع بني ادم وتحسبه بني ادم وعاقل واعي ويروح ينشر محادثتها اتفقوا اياك يا برهوم عراوي بسؤال انت ليش نشرت زين محادثتها عليكم اني حبايبو هذا موضوع انا الي يا حمزة طلعت وردت علي راح اطيكم الرد مالتها الناري شوفوا يعني الحمد الله الحمد الله اني مش طالع علي يسيت متلك انو انا بلحق اليوتيوبرز وبعمل عليهم فيديوهات لاجيب مشاهدات ومتابعين يلي بتشبه كل شيء الا الزلمة تمام انتقل حاليا نور سريع حبايب والتهجوم تعرضت لبعد تنزيل هذه الصورة نوعا ما شوية كانت جريه وبنسل وقت تتقلد ابنية اجنبية اسمها كايلي جنر فهو من الكومنتات يا حبايب يجوها انتقاد سو انت تتقلديها او حتى على لبسها فاكتبوا لبالكومنتات هل استحقتتها جملة عرضات له او لا ونتقل حاليا يا حبايب لمصطف رايدر وغنية النارية اللي كانت دسعة لحبيبته ما رح احتي لكم اي شي روح اسمعوها اكتبوا رايدر وشوفوها والرابط بالوصف وبالختام يا حبايب عن وسابتي كيف تنزيل هذا الستوري دي علي من خلاله عن المقطع حين نزل اليوم الساعة بالاربعاوية حبيبته الجديدة اسمها سارة رح تعرفون كل شي بالمستقبل عبارة عن مقلب أمه فاكتبوا لبالكومنتات جملة حمسين الى وبوصول الله حبايب فتروقوا ملايكات شاناكم فيها زي مقاطع في مينة القصص احبكم مع السلامة اشتركوا في القناة